تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مسيرة التعاون المتميزة التي تربط مصر وفرنسا خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية والتي مثلا نجحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة كما أكد الرئيس السيسي خلال استقباله باترس كيند رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية تطلع مصر مواصلة هذا التعاون وتطويره لا سيما مع شركة تاليس ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات كما وجه الرئيس السيسي بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة تاليس من حيث التدريب والتأهيل العملي والفني وذلك لأعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف الخاص بدعم خدمات وحدات مراكز الرعاية الأولية وتم خلال الاجتماع استعراض عدد منشأة الرعاية الأولية التي تصل إلى 5,426 منشأة على مستوى الجمهورية وتقدم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمة الكشف المبكرة عن الأمراض إلى جانب خدمات التثقيف الصحي وتنظيم الأسرة نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنفية جلسة من الحوار جلسات المجتمع المدنية بقرية أمخنان بمركز قويسنا حضر اللقاء ما يقارب من 350 مواطنا من أهل القرية والقرى المجاورة حيث تم الاستماع إلى متضلباتهم بمراكز المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة وإلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث قصفت القوات الأوكرانية أحد مقارات القيادة الروسية شرك أوكرانيا وكشف مصادر أوكرانية عن قصف فندق كانت تتخذ روسيا مقارا لها في منطقة لوهانسك مشيرة إلى أنه كانت هناك خسائر روسية جسيمة وأن المبنى تحول معظمه إلى أنقاض وبحث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكرانية فلودامير زيلانيسك التحضيرات لمؤتمر جديد لدعم أوكرانيا يعقد غدا أثرثاء في العاصمة باريسا وأوضح ماكرو أن المؤتمر يستهدف تلبية احتياجات أوكرانيا خلال الشتاء والمساهمة في أعمار أوكرانيا والاعتثمار على المدى الطويل في إمكانات الاقتصاد الأوكرانية ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني أنه بحث مع ماكرو تطبيق خطة لسلام تتضمن عشر نقاط والتعاون في مجال الدفاع واستقرار قطاع الطاقة اتهم الرئيس السربي الولايات المتحدة وكوسوفو بخرقهما الاتفاقيات التي تم التواصل إليه بشأن كوسوفو وأكد عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي أنه لم يتم تنفيذ أي من تلك الاستفاقيات مشددا على أن برشتينا يجب أن تشكل مجتمعا للصرب وفقا لاتفاقية بروكسل عام 2013 يأتي ذلك في أعقاب إغلاق محتجين الصرب في شمال كوسوفو طرقا رئيسية ليوم الثاني عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد انتقال شرطين صربي صابق وسط تصاعد التوتر بين الأقلية الصربية والسلطات أعلنت توازيل الداخلية الألمانية نانسي فيزور أن الحكومة الألمانية الفيدرالية لديها خطط لتجديد قوانين حيازة الأسلحة وذلك بعد اكتشف مؤامرة يمينية متطرفة لتنفيذ خطة الإطاحة بالحكومة وأكدت فيزور أن الحكومة الألمانية بحاجة إلى مبارسة أقصى قدر من الضغط لإزالة الأسلحة من اليمنيين وفي حركة مواطني الرائخ وحذرت وزيرة الداخلية الألمانية أن عدد الأشخاص المنضمين إلى تلك الجماعة اليمينية قد ارتفع ختم ومجاز التاسعة فاصل وعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباحا خير يا مصر